ترابلوس كما لم يشاهدها الليبيون من قبل حتى أيام الثورة وخلال أحلك الأحداث الأمنية إنها حرب كورونا التي ألجأت سكان العالم إلى بيوتهم احترازا من الكائن غير المرئي فبعد سرايان حظر التجول في العاصمة عملا بقرار رئاسي يستمر بالتزامن قفل المساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمنتزهات والنوادي ومنع المآتم والأفراح ووسائل النقل الجماعي فيما استثنى القرار من الإقفال شركات ومحال المواد الغذائية والمخابز ومحطات الوقود خلال فترة السماح بالتجول ومن أجل تطبيق فعال لحظر التجول حذرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الأشخاص المخالفين للقرار مذكرة بأن القانون الصحي وقانون العقوبات ينصان على أن عقوبة المخالفين قد تصل إلى السجن ستة أشهر وغرامة مالية قدرها مئة دينار لبي أو إحدهتين العقوبتين وتفاعلا مع حظر التجول اتخذت عدة مصالح حكومية إجراءات استثنائية تتعلق بنظام العمل وفق المناوبات والعمل عن بعد وتجنب التجمعات البشرية بجميع أشكالها وفي هذا السياق دعت وزارة العدل إلى ضرورة إبرام عقود الزواج بمحل الأزواج وأن يقتصر الحضور على المعنيين والشهود ورغم أن ليبيا لم تسجل حتى الآن أي حالة مثبتة بفيروس كورونا بحسب آخر بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلا أن تجارب الدول التي غريقت في مستنقع الفيروس فرضت خطوات استباقية أشادت بها منظمة الصحة العالمية ولقيت استحسان المواطنين رغم بعض العراقيل على حياتهم الاعتيادية